السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله هؤلاء أحياء جيدة إن شاء الله الأول ستكون الأحسن تاريخ اليوم 22.02.2023 نحتفل هنا بيوم التأسيس المملكة العربية السعودية الله يضيم الأمن والأمان في المملكة العربية السعودية وطبعا نحب نقول كمان الله يضيم الأمن والأمان في كل مناطق العالم نحن من من حبنا لله من حب كل الناس ومن حب كل الدول وعننا إطاعة كاملة لكل الحكومات ولكل الإدارات ولكل المدراء ولكل السلام عليكم ودائما لازم نتذكر إنه النجاح الأكبر والفرح الأكبر والفوز الأعظم والحب الأحلى هو التقرب إلى الله عز وجل طبعا الحكي هذا سهل الفعل صعب بس يعني من حاول أنا أول واحد لازم أحاول ربنا عز وجل بقرآن الكريم وبأكثر الكتب السماوية أعطانا أه شغلات بسيطة إنه إحنا إذا عملناها ربنا بيحبنا إن الله يحب الصابرين الصبر أنواع إن الله يحب المحسنين الإحسان أنواع إن الله يحب المتقين إن الواحد يكون تقي أكرمكم أكرمكم عند الله أتقاكم فإحنا بنحاول نكونوا كويسين محسنين صابرين الله يحبنا إنما الأعمال بالنيات نحاول نضبط نيتنا النية الحسنة وإذا كان نيتنا كويسة عنا قلب نبيل ونية طاهرة ساعتها بنكون نفزنا بأي شيء بالنيات وأهم شيء الفوز بمحبة الله ورضاء الله لأنه بقرآن الكريم إنما الأعمال وبالنيات وكل أمر إما نوى فإحنا إذا نوينا خلص الموضوع طبعا أكيد لازم نحاول المحاولة مهمة كمان بس يعني مش مهمة أدمى مهم النية نضبط نيتنا لأنه مرات الواحد يفكر حاله ناجح ماديا وأسريا وكل شيء وناجح يفكر حاله ناجح حتى دينيا وهو بيكون ماسك الطريق الغلط ووصل فوق على الجنة وماسك المفتاح الغلط فالواحد كل فترة وفترة يعيد كل مفاهيمه السهلة هي أن الواحد ما هيسي أي حدا كل الأديان وكل الرسل اجت علشان كل الرسل اجت علشان المحبة والأخلاق سلم ديكو ألكم المحبة والأخلاق المحبة والأخلاق المحبة والأخلاق